بعد أن تعرفنا على معنى الاستعارة سوف نتعرف الآن على أنواع الاستعارات بداية تذكرون معي بأننا قد قلنا بأن الاستعارة تقوم على حدث أحد عناصر التشبيه الأساسية المشبه أو المشبه به الآن كيف نحدد نوع الاستعارة؟ نريد أن نركز أنا وأنتم على ماذا؟ على المشبه به لأن المشبه به إذا ذكر أو حذف سوف يعطينا نوع من أحد الأنواع الثلاثة التي تتحدث عن الاستعارة وأنواعها مثلا عندنا في بيت شعر سوف أقدمه الآن لكم هذا البيت قيل في عمر المختار الذي ضحى بنفسه من أجل مقاومة الاستعمار الإيطالي قال فيه أحمد شوقي يا أيها السيف المجرد بالفلا يكس السيوف على الزمان مضاء لاحظوا معي عندما يخاطب عمر المختار ويقول له يا أيها السيف إذن بماذا شبه عمر المختار؟ سوف تجيبون بأنه شبهه به السيف فأقول المشبه غير مذكور وهو عمر المختار المشبه به وهو السيف كيف شعرت بأنه هناك خلل بأن السيف هنا ليس حقيقة؟ شعرنا بذلك من خلال نفض يكس السيوف هل تعتقدون بأن السيف يكس يلب السيوف؟ بالتأكيد لا هنا إذا ذكر المشبه به وحدف المشبه أقول بأنها استعارة تصريحية ما معنى تصريحية؟ يعني أنا صرحت بالمشبه به وكيف اكتشفت بأنه استعارة؟ هناك يوجد قرينة لفظية ساعدتني على أن تبين بأن في بالشعر شيء غير حقيقي مجازي وهي كلمة يكس السيوف لا يمكن أن يكون السيف هو الذي يكس فبالتالي أقول إذا ذكر المشبه أو عفوا إذا لم يذكر المشبه وذكر المشبه به تصبح استعارة تصريحية الآن من خلال هذه القاعدة ما رأيكم الآن بأنني سوف أعطيكم مثال آخر من خلال القرآن الكريم وتحديدا في سورة الفاتحة وهي سورة مشهورة هذه السورة سوف أختار منها آية وأريد منكم أن تحددوا العناصر الموجودة فيها التي تدل على أنها استعارة تصريحية ولاحظوا أنا ساعدتكم قلت لكم هي استعارة تصريحية بمعنى المشبه محذوف والمشبه به مذكور هيا نبدأ معا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم برأيكم ما معنى الصراط المستقيم؟ الصراط المقصود هنا به الدين الإسلامي يعني الهداية نحو الطريق الصحيح طريق الدين الآن الصراط المستقيم ما هي؟ نقول عنها بأنها مشبه أم مشبه به؟ هي مشبه به وهو الصراط المستقيم من هو المشبه بالصراط المستقيم؟ سوف تقولون الدين نعم إذن المشبه نقول هو شبه الدين بالصراط المستقيم دين صراط مستقيم؟ أنتم تعلمون بأن الصراط المستقيم يعني يدل على طريق وتحديدا استدلينا على هذا المعنى من كلمة اهدنا دلت على وجود شيء يعني غير يعني يقوم على معنى غير حقيقي فأقول اهدنا هي القرينة التي دلتني على أن المشبه محذوف والمشبه به مذكور فأقول هنا استعارة تصريحية إلى هنا نكون قد انتهينا من أول نوع من أنواع الاستعارات لنتعرف المرة القادمة إن شاء الله على الاستعارة الثانية أو النوع الثاني من الاستعارات تابعونا